ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وقررته لزعيم جبهة البوليساريو المتيرة للجدل بعد عودة الأخير من إسبانيا اعتبرها أمرا عاديا مشيرا إلى أنه سابق أن استقبله وأضاف أن العلاقات بينهما ليست سرية أو في الخفاء حسب قوله واعتبر تابون أن بلاده لا مشكلة لديها مع المملكة المغربية لكن يبدو أن المغرب لديه مشكلة مع الجزائر حسب زعمه معتبرا أن بإمكان المغرب الجلوس إلى الطاولة مع بلاده للحديث عن الموضوع تابون أضاف أن قضية الصحراء ليست وليدة اليوم وقال أن العلاقات مع المغرب كانت مستقراتنا رغم الخلاف بدليل الحدود التي كانت مفتوحتنا بشكل عادي وتابع تابون أن القضية المطروحة أمام الأمم المتحدة منذ أربعين سنة هي قضية استعمار حسب زعمه معتبرا أن الجزائر لن ترضى بالأمر الواقع وأنها متمسكة بحل هذه القضية من قبل الأمم المتحدة وهو الأمر الذي تم التوصل إليه في السابق بين السعودية والمغرب والجزائر عن العلاقة بشكل مباشر بينكم وبين المغرب ما علاقة بيننا وبين المغرب أنا أسبق لي وقلت أننا معنا مشكل مع المغرب يبدو أن المغرب عنده مشاكل معنا اتفضل اتفضل جلسوا على طاولة وقول ما هي المشاكل تاعك معايا نشكركم على حسن الإصغاء إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب ترجمة نانسي قنقر